احنا قدام اكتشاف لأطول كائن بحري مية وعشرين متر سيفون فور في عشرين وعشرين غرب الساحل استراليا الهلماء لأقول كائن ده شكله طحفة تحسوا له كان شبهن مجره عام شبهات دوامة طوله مية وعشرين متر اللي قدامك ده عبر عن كائن جلاتيني عنده لوازع إيه ده أنا قلت كائن؟ لا هو مش كائن هو مكون من ألاف الكائنات المجهرية اسمه زودز أيوة الفيديو القدامك ده مش لكائن واحد ده الآلاف الكائنات المجهرية اللي بتعملك مستعمرة وكل مجموعة لها وظيفة في مجموعة بصورة عن التقاصل عن الحركة وعن الصيد اثبت بقى عند السيد شوية الكن اللي العلماء لقوه مش مميز بس عشان طوله مية وعشرين متر وأقصى سيفون فور لقوه كان أربعين متر عنده تقنية مميزة جداً في الصيد بيصطاد بمهارة وهو واقف مكانه ما بيتحركش بص يا سيدي هو بياخد شكل المجرة اللي انت شايفها قدامك دي وبيبقى نازل منه اللوازع بتاعته اللوازع دي اللي بيصطاد بيها مجرد ما اللوازع بتلقوا تسمكة صغيرة أو جنبرياية بيزقها الجوة المستعمرة وبيوصلها للمجموعة المسؤولة عن عملية الهضم دي المجموعة اللي بتهدم الأكل وتبعت العناصر الغذائية لكل المستعمرة العلماء بتقول انها صعبة تحدد عمر الكائن الحي ده ممكن يبقى عشرات السنين أو مئات السنين خلييني اقولك بس ان السيفونفور يعتبر من الشعب المرجانية أو شقائق النعماني هتقولي ازاي ده الشعب المرجانية عبارة عن صخر ملون هقولك ان الشعب المرجانية مش صخور ولا حاجة دي كائنات حية دقيقة هو ان المؤتلك ان الكائن اللي لقوه ده كان مئة عشرين متر واقصى حاجة هما بيلاقوها اربعين متر ده ما لفتش نظرك لحاجة ما لفتش نظرك ان هو اطول من الحوت الازرق مثلا بوس يا سيدي احنا كل ما بنغوص في المحيط اكتر كل ما بنتشف كائنات اكتر يعني انا عايز اقولك اصلا ان اللي اكتشفوا السيفونفور اكتشفوا معاه 30 نوع جديد من الكائنات البحرية جاف دماغك الى جاف دماغي بوس يا سيدي هنقول للجملة اللي احنا بنقولها كل فيديو ونتكلم فيه عن اعماق البحر الانسان اللي ما اكتشف الا 5% بس من اجمالي مساحة البحر والمحيطات فممكن للعلماء لو هوطت اكتر اكتر ودرست اكتر للحيطة اللي احنا ما وصلنا لهاش ممكن نكتشف هناك الكائنات المنقردة ممكن مثلا نلاقي اللي المجل دون لسه عايش مثلا